وينجز ماستر بجيب لي دريع وبكسره سعر هاي السندويشة 4 دانينير ونصف يمكن صرت حكيلكم هالمعلومة 100 مرة شوية طبقة مفشفشة نجرب هاي باكن شدر جو هاي السندويشة مع 3 طبقات هيك بتحكي لك كلني هاي اللي با هاي اللي وينجز الصح أشكرك يا محمد على الكومنت بالحلقة الماضية كنت بحكي آية حكيتها غلط الآية بتحكي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم شكرا على اللي عدلي الآية في الكومنت بذكر نفسي وبذكركم يا جماعة الخير التحرير الكامل ما حييجي إلا إذا نصرنا الله ان تنصر الله هينصركم وحكينا هذا الحقيقة بالهيك فإحنا لازم تكون همتنا وتوجهنا ديني وخالص لله جد لما نتوب نكون صدقين في توبتنا ونثبت عليها اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين إن شاء الله نهايتها المعركة تكون قريبة كل شيء شفناه من أشكال النصر عند المقاومة وعند أهل غزة وصمودهم هذا يمثلهم ونعتز به لكن يجب علينا اليوم إنه نتطلع الموضوع ويصح فينا شيء داخل ويكون أكبر ألا وهو التوبة والثبات فيا يا جماعة الخير توبوا إلى الله وكثفوا الدعاء لأهلنا في غزة وكملوا بحملات المقاطعة وخلي توجهاتنا وثباتنا أكبر وأكبر وأكبر السلام عليكم يا قوم أخباركم كيفكم تمنوني عنكم إن شاء الله تكونوا بأفضل حال قبل ما ندخل بأجواء الحلقة اللي مش عامل اشتراك ينزل يعمل أحلى اشتراك واللايك من أجله لنهاية هالحلقة إذا عجبتكم يلا مبلش اليوم طلبت من وينغز ماستر هذا أول مطعم بيجيب لي درع وبكسره شفتوه بحلقة قبل فترة يعني مشكورين عن الدرع المكسور عندي مكسور مني إحنا جربنا قبل هيك من عندهم الوينغز تعالوا نشوف البورقرات من عندهم شو وضع بلش بأول سندويشة لحمة واللجاجة لنشوف غارليت تشيكن مكونات هاي السندويشة الجاج وصص التوم وجبنة برميزان مخلل وهاي الخبزة اللي هي البوتاتو بان يعني أنا صراحة أول مرة بشوف هك الجو بسم الله نجرب سعر هاي السندويشة أربعة دلينير ونصح كبداية من عند وينغز ماستر سندويشة تشيكن صراحة كثير قوية صص التوم مع البرميزان معطيين طعن جانب من جوانب التوم اللي ما كنتم تخيلو هيك إشي مختلفة نروح للي بعده ثاني صنف معانا الوينغز بنكهة الباربيكيو وو بدها جلافز أنا بحبش اللي جلافز نر بأول واحدة اسم الله قصص باربيكيو زابط شوية طبقة مفشفشة لأنه أخذت شوية وقت حبة الوينغز نفسها كتير زابطة وما بتغلبك ونروح للي بعده بونلس حاب أروح البونلس عالي بعده البونلس بنكهة الحار حلو طبعا أحكي لكم أسعار البونلس والوينغز البونلس للثمن قطع بسعر 5 زانينير ونص بتقدر تخليهم صصة الوينغز الثمنتاشر قطع اللي أخدهم 5 زانينير و 80 قرش بتقدر تخدهم ثلاث صصات نجرب هاي واو شفتو بسم الله الصص الحار الحلو هاي الصصات عندهم موزونة الصراحة إن كان بأول سندويشة أو بهدول التمتين حجم البونلس وقالتها كيف وضعها مع الصص والطبقة حتى كله كتير زابط لسعة حرارة خفيفة وطعم الحلو زابط كتير الصص كواليتي عالي شوف اللي بعده ماستر بيف بورجر هاي أكتر سندويشة متحمس لها من عند وينغز ماستر مكونات هاي الصندويشة 250 جرام لحم كله سماشت ثلاث طبقات والله العليم باكن شدر تشيز مخلل جو هاي الصندويشة مع ثلاث طبقات هيك بحمسك ولما تشوفها يعني بتحكي لك كلني الصص خلاص خلا نشوف شو الوضع باسم اللحم سعر هاي الصندويشة سبدة لانير قوية طعم اللحم كتير قوي واضح انه جودته عالية كل المكونات هون الباكن مع التشيز مع هادا الصص اخلوك في الجو هيك وشايفين كيف العضة منها اخل قوية حاس حالي هكمل عليها بس خليننا اروح على اللي بعده ونشوف شو عنا لسه نشوف البطاطات اللي هون هاي البطاطا عادية اوكي بوجز البطاطا عندهم كتير زاكية عليها بهارات هيك زابطة والبطاطا واضعها زابطة داينامايت وينجز هاي مش الداينامايت هاي البفلو اقل اشي بفضله صص البفلو بس نشوف هون واحدة بفلو انا ما بفضل كتير صص البفلو بس صص البفلو هون كتير زابط نشوف اللي بعده داينامايت الشيكن ل basic بصص الدايناميت اللي انا بحبه عندهم دايناميت تشيكن باربع دلانير حاس حالي مش حاس فيها ما مالها اشي بس ما فضلتها الصراها شوف اللي بعدها جارلك بونلس جارلك الصص وضع غريب بسم الله الرحمن الرحيم ما بعرف اذا هم مغيرين الصص بس ما بتذكر كان هيك او اني يعني عم بقارن في مكان ثاني الجارلك حاسه مثلا دلع شوي وزي كأنك بدكتوك له صص مع فوتشيني يعني مش عارف مش حاسه مع البونلس الجارلك حالي بعدها الدايناميت وينغز واه دايناميت هاي صراحه كوينغز مع هذا الصص اقوى وينغز مع اقوى صص اشيك تهسوا قوية 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 هون حتى ما بتعرف ليش الوينجز لسه محافظة على الكرنشي تبعها اخي السص هذا بغلطش نروح لاخر سندويشة معنا اليوم الفيار بورجر هاي السندويشة بسعر 4 دل و 75 احد مكونات هالماشروم والبصل المكرمل سص خاص جبنة فلفل حار حلو والخبز هاي بسم الله الميت بورجر عندهم صراحة مخيف تحس انك بدك تضلت و عضة و عضة قبل ما نقرأ كم تعليق من تعليقاتكم الحلوة نحكي عن الاكلنا بسرعة طيب يا جماعة الخير كان عنا 4 سندوشات بورجر ماستر بورجر فاير بورجر داينمايت تشيكن و غارلي تشيكن البورجرتين اللحمة التنتين عجبوني و كان طعمهم كتير زاكي فكرة السماشت بورجر عندهم كتير زابطة موزونة جدا الصصات صح مع انهم كانوا السندوشات باردين بس القدمة يعني بتحكي لك كلني بخصوص للتشيكن الغارلي فضلتها هيك حسيته جانب ما حظه مغطيه بعالم للتشيكن او انا ما جربت اشي تشيكن زي هيك فعجبتني الداينمايت مش كتير استهوتني بس يعني كسندوشات ما عليهم اغلاط البونلس والوينجز البونلس كان عنا ثوم بالبرمزان وسويتان ساور او حار و حلو الثوم بالبرمزان صراحة السندويش وضعه كان مختلف كسندوش و مع الخبز و كذا الطعم زابط ما بعرف اذا هو نفس الصص فاهمين ايش اللقطة مقبول و حلو يعني ليه بحكي لكم هيك لانه حسيته فارق عن اشي انا جربته عندهم مش عارف اذا جربته عندهم او عند مكان تاني بس ما فضلته يعني ما حسيت بالبونلس اني كان فيه اشي دلع حسه مش واصل كامل فهمتوا كيف اللقطة؟ بالحار حلو كتير لذيذ كتير زابط بس كبونلس البونلس زابط و قليته صح و كميته حلوة و الى اخرى الوينغز كان عندنا ثلاث صصات البفلو والباربكيو والدايناميت يمكن سر تحكي لكم هالمعلوم مئة مرة صص البفلو ما بفضله و ما بحبه بس عندهم مستساغ جدا لانه بالعادي انا لما اكل البفلو بحس بشعور هيك بدي اقوح عندهم موزوني بشكل جد بفضله فكصص بفلو كتير زاكي الوينغز عندهم كتير زابط انتو شفتوا كيف وضع الوينغز الحب هيك بتحسها مليانة بنفس الوقت سهلة التعامل وانا رجعت جايت برضو البربكيو كصص زابط والدايناميت وهاي انا بالنسبة لي العالمية الدايناميت عندهم مع الوينغز كصص خرافي مع الوينغز انا هذا الطبق المفضل عند وينغز ماستر لما احكي وينغز ماستر صار في بالي شغلتين الماستر بورجر مع الدايناميت وينغز البونلس اصلا في الحياة مش كتير بفضلها انا بالنسبة لي متعتي في الوينغز اكبر في الحياة وينغز ماستر لكواليتي عنده عالي يعني إذا أنت رايح المطعم أو عم تطلب صراحة تستمتع لأنه وينغز ماستر من المطاعم اللي بتحترمك وبتقدم لك مستوى يعني يليخ بيك وشكراً وينغز ماستر نقرأ كم تعليق من تعليقاتكم عبير موسم على القتلنا أحلى خناب اليوتيوب بتستاهل المليون بالتوفيق أشكرك يا عبير على الكومنت وأكيد بدائمكم بنوصل المليون إن شاء الله في دائم على القتلنا من زمان وأنا أدور على حدا يروح مطاعم وسط البلد إن شاء الله كل المطاعم اللي حنقدر نوصل لها وبكل المحافظات إن شاء الله ستكون مصورة على هاي القناة مع الأيام دعمكم ودعواتكم يا جماعة الخير أشكرك يا فدا على الكومنت أخونا مصعب مع اللقلنا والله تستاهل كل الخير ما شاء الله عنك موفقة يا رب واضح ما بتجامل والحلو فيك دائماً بتذكر أهل غزة وبتدعي لهم وبتدعي للمقاطعة عشت يا أصيل أشكرك يا مصعب على الكومنت وهذا أقل القليل اللي إحنا قدرين نامله لكل مننا ميدان وهذا ميداننا لكل واحد فينا ميدانه بشغله بمدرسته بيومه وهو طالع وهو بيحكي مع العالم كلنا قادرين على التأثير والتغيير فشده محمد معلقلنا بستلنا نهاية الحلقة عشان أسمع تعليقاتك الحلوة على الأوضاع وأحلى إشي آخر كلمة دائماً والله ستتحرر بالتوفيق وإلى الأمام أشكرك يا محمد على الكومنت ودائماً ضرنا لنهاية الحلقة عشان تسمع كل ما يسرك أشكر الجميع على التفاعل الأكثر من رائع يا جماعة الغير بتغمروني بلطفكم وكرمكم كل لايك مشكور كل كومنت أو تعليق أو مشارك أو اشتراك أو أي شيء بفيد هاي القناة مشكورين عليه والآن بقدر أحكي لكم إذا عجبتكم هاي الحلقة وهذا النوع من الحلقات انزلوا حطونا أحلى لايك وأكيد ما تنسوا الاشتراك ومشاركة هاي الفيديوهات مع ناس بتحبوها وبتحبوا جوعوها وبنحب نذكر إنه حلقتنا بتنزل كل ثلاثة وجمعة حوالين الساعة ستة وسلام إن تحريرها كلها قد بدأ والله ستتحرر سلام عليكم أخفيكم يا جماعة الخير في اشي قاعد بصير معي بالفترة القريبة الماضية ألا وهو إنه صار في منكم عم بشوفوني برا كل يوم تقريبا عم بصير مواقف عم بتسلموا علي ومنتابعك وإلى آخره صح لسه بشي لكل عارف اسمي أو متذكره بس بكون سعيد جدا يعني وإذا شفتوني في أي مكان يعني ما ترددوا تسلموا بعض نتعرفوا بعض وشكرا يا جماعة الخير السلام عليكم